الكاتب والمخرج وصانع المحتوى الأستاذ سامح سند ونحن نتكلم معاه عن كتابه أغرب الحكايات وأكيد زي ما قلت لكم في البداية هو كتاب مشوق وفيه رعب وزي الفيديوهات اللي بيعملها واللي بنشوفها على السوشل بيديا اللي هو بيقدمها الحقيقة ان كلنا كنا منبهرين بأداءه مش بس بسرد الأحداث انما كمان بترتبها بتوسقها بالصورة اللي بنشوفها وده لانه في الأساس مخرج بشكل منظم جدا جدا قدر الأستاذ سامح سند ان هو يعرض لنا تفاصيل الجريمة وفكر المجرم وشكل الضحية في الجريمة اللي بيقدمها لنا أهلا بك أستاذ سامح منورنا وانا سعيدة جدا انك موجود معايا النهار والله انا اللي اتشرفت جدا وان شاء الله يعني مش عارفة اقول ايه بس انا مبسوط جدا انا قاعد معاكي في برنامج وان انا ضيف في التلفزيون مصري طبعا لو بيتنا في الاخر واني بيتي طبعا ومبسوط بالمقدمة حي قلتيها لانه انا عصا مخرج وصائقي او اخبار فده ساعدني في سرد الحكاية او ازاي قدمها للناس بشكل مشوق صحيح وانا دايما بقول او زي ما كنا بندردش مع بعض قبل ما نبتدي انه الموضوع مش بس سرد الاحداث او مش بس حكاية انت بتحكيها انت اهتمت بالصورة وهنا ظهر سامح سند المخرج انه مش بس عايز يحكي مش بس عايز يقول تفاصيل وكمان عايز يصور اللي بيتقال بالضبط لانه الجرائم بشكل عام المتوفر منها يعني بصورة عامة هي صورة المجني المجني عليه والمتهم وممكن يبقى صورة واحدة او صورتين بالكتير لاحداث الجريمة نفسها زي مصرح الجريمة فانك ازاي تعرض للناس او تسرد للناس القضية او الجريمة او الحكاية الغريبة دي بشكل يخليه تخيل الصورة كتعاملة ازاي صحيح فاعتمدت بجزء كبير على الزكاة الاصطناعي في ان انا اصنع المشاهد دي علشان اخلي الناس تتفاعل اكتر مع الحكاية نفسها وتشوفها وتعيشها وتشوفها طبعا طبعا ولولا ان الواحد برضو اشتغل مع اسادزة في الاعلام بشكل عام تحديدا ان الاسادزة اللي كانوا في الراديو يعني كانوا بيعلمونا ازاي او كنت بتفرج عليهم انما كان يوجهوا ناس اللي هم المزعين الجداد لسه يعني ازاي يوجههم ازاي يبقى عنده ملكة التخيل انه هو وانا بحكي لك اخليك تتخيل الحكاية دي فكنت بتفرج عليهم احس انه هو ازاي قادر يسرد الموضوع بالشكل ده لما انا قدمته ما كنتش متخيل ان الناس هتفهموا كده او او ان انا هعرف اوصلوا كده فتجربة الحمد لله انها عجبت الناس ومبسوط بيها طبعا جد احنا كمان مبسوطين بنخاف منها شوية بس يعني بنتصرف بعد كده بنبقى قلقانين شوية واحنا بنتفرج بس عايزة اسألك بقى هرجع بيك شوية انت بدلت 2017 الحكاية دي 2017 بدأت اقدم محتوى على الانترنت وكنت انا عشان بحب الوثائقيات جدا فكنت مهتمة بان انا اقدم المحتوى بتاعي في شكل وثائقي ان انا ااكد المعلومة بمصادرها او ان انا اسرد للناس الحكاية بطريقة بتلائم الديجيتال شوية اللي خلاك تفكر في الموضوع اصلا يا سامح من الاول يعني انت راجل مخرج حياتك في الاخراج كنت طبعا ومازلت اكيد مخرج ناجح جدا اسم كبير جدا اللي رماك على قصة الجريمة دي اللي خلاك تحب انت طول عمري بتحب الجريمة طول عمري بحب الجريمة وطول عمري حب تفرج على الاستاذة روي رشد طبعا خلف الاسورت بقى ده مدرسة جبيرة جدا هي بالنسبة لي كانت يعني زي الخط كده اللي هامش عليه اللي هو ازاي تدخل البيوت بطريقة محترمة وازاي احكي الجريمة وابقى فيها توعية للناس حية كبيرة طبعا الأستاذة روي رشد طبعا طبعا أستاذة كبيرة وازاي بقى فيه توعية انه مش مجرد بحكيري الحكاية اخليك تاخد بالك انه ممكن تصرف قدامك يحصل يبان طبيعي بس هو مش طبيعي وانك تركز في التفاصيل دي لانه معظم الجرائم بتحصل بطريقة انت مش متوقعها اصلا ولا من الناس انت متوقعها اصلا ده مش بس الطريقة ده لا الطريقة ولا الناس جدا طبعا طبعا فبقيت اخد الطريقة اللي اشتغلت بيها رسيزة روي رشد كتليفيزيون وبدأت انا احاول اقدمها في شكل رقمي بقى ديجيتال اللي هو يبقى الاقاع اسرع شوية يبقى الملائم للديجيتال شوية وفي نفس التوقيت ان انا حاول اجيب بقى حكايات للناس ممكن يبقوا ما سمعوش عنها قوي او مش عارفين تفاصيلها بشكل كامل فقدمتها في حاجة اسمها القصة الكاملة انه دي دي فكرة القصة الكاملة انا عايزة طبعا نبريك لك كمان على بودكاست احنا هنشوفك قريب جدا على بودكاست مع المتحدة للخدمات الاعلامية واعتقد ان انت خطوة جميلة جدا لك واحنا هنستنتع كمان بك ودعم كبير انه يعني انه مؤسسة كبيرة الاعلام بشكل عام تدعم انه شايفة شخص بيقدم حاجة كويسة تدعمه وتقدمه بطريقة افضل بقدم حاجة ان شاء الله اسمها اول الخيط يعني بدأنا نصور فيها الحمد لله خلاص ونزل قريب جدا على منصات المتحدة بشكل عام ان شاء الله عن الجريمة برضو عن الجريمة شبه المحتوى اللي انت بتقدمه مختلف لا مختلف يعني جايبين جرائم ما تكلمش عنها خالص يمكن شوية مركز في المحتوى الغربي والعربي شوية مع المحتوى المصري لكن مدخل فيها شوية جرائم عالمية لان الجرائم العالمية كمان فيها تفاصيل اكثر رعبا انا فيه ناس اللي بتكتفرج عندي مثلا على الشغل عندي المناصات بتاعتي فيقولي والله ده انت بجيب جرائم مصرية لا انا بجيب جرائم مصرية وعربية وعالمية لكن يمكن تكون الحلقات اللي عمل التفاعل اكتر كانت المصرية لكن لا فيه قضايا مختلفة طبعا اكيد واكثر رعبا يعني نستعد بقى للفزع اللي هنا يشوي معك انشاء الله انشاء الله